السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبابنا وخواتنا وصحابنا مرحبا بكم اليوم بإذن الله رح نترقو لأهم الأشياء اللي نقدموها للأنثى أثناء مرحلة بناء العش ونركزوا عليها بزاف هذ الأشياء أولا مصدر الكالسيوم المتمثل في قشور البيض مع عظمة السيبيا يكونوا متحونين نصف بيضة مسلوقة يوميا والقريت وكي يستعمل الكالسيوليكس من خلال الماء ولا مع الباطي وهذه المصادر تعاون الأنثى وتساعدها في تشكيل عنقود البيض وما لازمش نتنحى هذه المصادر من القفص يوميا نضعها ونتوقف عن تقديم البيض المسلوقة لما تنتهي الأنثى من وضع آخر بيضة لها يعني الأنثى كي توضع آخر بيضة لها ما نزيدوش نحطو البيض المسلوقة باش ما تصابش طوير تاعنا بالتشحم نقدر الثانين نقدم لهم مرة بالأسبوع الخضار ومرة بالأسبوع فاكهة متمثلة في طمر ولا قطع التفاح الدوش كل يومين ولا كل يوم إن أمكن والنظافة العامة للقفص يعني خفيف الضريف النظف خفيف الضريف ما تكثرش بزف مع توفير الأمان وعدم الإزعاج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة